تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في أول فيديو عن كأس آسيا بعد الفوز الأردني على أستراليا ألف مبروك لكل الأردنيين ألف مبروك لكل العربي اللي شجعوا الأردني اليوم ومعظم العرب أكيد كانوا معنا اليوم والحمد لله فوز حتى زاد حضوط دولنا العربية الأخرى في المجموعة وخلتنا نحكي مع بعض ليش ما نغلبهم ونطلب من أستراليا ترجع قارتها وتضل قارة آسيا في آسيا فوز مهم جدا هنحكي في تفاصيل بهذا اللقاء بس أرجوكم قبل ما نبدأ يجب تشتركوا بقناة سيرفي سبورت على اليوتيوب لأنه دائما فيها فيديوهات أكثر وبتنزلي بشكل أسرع من أي مكان آخر لعله بداية الانتصار بالنسبة للأردن واللي كان مستغرب علينا شوي من ناحية تكتيكيين نشوف منتخبنا بيلعب بشكلين نشوف الأردن تلعب بوجهين تكتيكيين منضبطين في الهجوم كانت واضحة 4-3-3 عنا أطراف وعنا مهاجم وكان الشكل الواضح حجوميا الشكل الدفاعي كان ملفت وكان ممتاز لأنه أول ما كانت الأردن تكسر الكرة الفريق ياخد شكل واضح ما بين 4-4-1-1 وهذا الشكل بيعطي الأردن اثنين دائما على الأطراف وشان يمنع خطور الأطراف الأسترالي اللي هم أخطر ما عندهم وبالتالي المهاجم أو الجناح الأسترالي ما كان قادر عن بيلقوا نفسه بواحد لواحد عشان يدخل منطقة الجزاء وهذا الشيء كتير ذا يقوم بشكل واضح وأيضا الواحد اللي كان يتقدم بعض الحين كان مرجان يضغط عصاني على لعاب أستراليا فكان فيه منع لأستراليا أنه تلعب كرات بالعمق من الوسط لمنطقة جزاء الأردن مباشرة وهذا الشيء أيضا خلى قل بين الدفاع دائما مرقزين يسيطروا على أي كرات تيجي بعد ما تفلت من خط الوسط أو خط الدفاع على الطرف كان تمظيم دفاعي ممتاز طبعا الشكل لا يعني شيء إذا ما كان فيه انضباط إذا كان ما فيه توزيع عدوار يعني مجرد تحكي أربعة أربعة واحد واحد وحلت المشكلة لا طبعا اللي حل المشكلة أكثر انضباط اللاعبين تضحيتهم البدنية الممتازة وأيضا قدرتهم على توقع كرات الفريق يعني لو بدنا نشيد بلاعب اليوم أكيد حنشيد بخليل بنعطية اللي الجميع تكلم عنه دخلت على تويتر لقيت كل الناس مش بس الأردنيين إحنا بنعرفه لا كل الناس عم تتكلم عنه أنه هذا اللاعب ذكرهم بكانت اليوم من كثر ما صنع مقطع كرات بكثر ما كان عنده حصد توقع ممتاز للغاية بكل كرة عند أستراليا اسلوب لعب الأردن كان قائم بشكل واضح على تقليل الأفكار عند أستراليا تقليل احتمالات التمرين عند أستراليا يعني بتصير احتمالات أستراليا أقل توقع وبالتالي بتصير أحسن للأردن تتوقع شو بتعمل أستراليا بصير واضح في كرة لهза أو كرة لهза مش خمسة احتمالات هذه الشي ساعدنا كثير واللي ساعدنا أكثر فيه خصوصا في شوط الأول أستراليا كانت بطيئة جدا واللي ساعدنا فيه في المباراة كاملة أن أستراليا قليلة الإبداع قليلة المهارة ما وثق لاعب أستراليا بنفسه أنه يندفع بالكرة كانوا محتاجين هذه الشغلة أمامنا والحمد لله ما عملوها وكانوا محتاجين نوع من الإبداع وهذا عمره ما كان عندهم صراحة حتى لما جابوا كأس آسيا في دال أدار الشوط الأول وبداية اللقاء وبداية الشوط الثاني في بداية الشوطين فيه تشابه مهم دائما كانت أستراليا تبدأ كأنها الأخطر وبعدين الأردن تندفع وتتجرى وتعمل هاجمة في الشوط الثاني كان عندنا تزديد التعمري وفي الشوط الأول كان عندنا تزديد يوسف الثنتين كانوا جاي توقيتهم أنه يعطوا اللاعبين الهيبة ويعطوا اللاعبين أنه خلصت ثقة بالنفس أنه لأ منقدر نعمل شيء مع أستراليا ولما نتكلم عن الهيبة ونتكلم عن الرهبة بداية شي حكيته حتى عن العين في كأس العالم الأندي الفرق بين أي فريق وفريق خلينا نحكي إذا كانت المسافة عشرة متل فنصف المسافة هيها خوف هي الرهبة فإذا ما عندك الخوف وما عندك الرهبة أنت قربت نصف المسافة أنك تهزمه وهذا كثير كان مهم اليوم لأنه المنتخب فعلا ما كان خائف الشوط الثاني استراليا كانت أخطر بشكل واضح استراليا في الشوط الثاني كان واضح فيها تعمل شغلتين بدا تحاول توصل أكبر عدد ممكن من الكرات داخل منطقة الجزاء كيف مش مهم بالنسبة لهم ليش؟ وهم يقدروا إما يجدوا مساحات بين خط الوسط وخط الدفاع أو حيلقوا أنه صاروا وصلين للثلث الأخير من منطقة الجزاء وهذا الشيء يعني علق مشارب منطقة الجزاء وهذا الشيء كان هيكون لصالحهم شفناهم عم يستخدموا بعدما كان صانع ألعابهم دائما معطن تحت ضغط مرجان صاروا يحاولوا يقتلعوا قلوب الدفاع وقلب الدفاع يلعب هو الكرة الطويلة داخل منطقة الجزاء شفنا أظهرتهم تلعب عرضيات بعيدة حاولوا بس يغرقوا منطقة الجزاء بكرات ويرهنوا على خطأ وهذا الشيء كان كويس وكان يتأكد لي أنهم شعروا بالعجز أنهم كرويا يقدروا يعملوا شيء اليوم لأنه الأنضباط الأردني والتركيز كان واضح هذا الشيء بيين لي لما انصاب مرجان وما يربلوا يطلعوا الكرة في حين أنه منطقيا نتكلم عن منتخب أسترالي الوصول يكون عنده رقية أكثر لا راح لعب وكمل الكرة وبعدها بدقيقة فورا حاولوا يمثلوا يأخذوا ركل الجزاء هون اتأكدت أنهم مع المستوى الكرة القدم هم يشعروا أنه لا فيه مشكلة وبالتالي صار رهنوا على أخطاءنا صار رهنوا أنه نرتكب أخطاء في منطقتنا وما بدي نكبر القصة كثير بخصوص التعمري ونتكلم أنه بدي يلعبه لا بالأخير هو لعب مهاري واللعب المهاري بيحب يوري مهارته في كرة القدم هذا الطبيعي وخروجه أعتقد كان لأنه مش بس أنه المدرب والله شايف لأنه متسرع أو معاه أصفر أو متوتر لا لأنه كان بده مهاجم يضغط على اللي صار اللي تكلمنا عنه قبل قليل بخروص صعود المدافعين وتوصيل الكرة التعمري كان مرهق وبالتالي لازم مواحد للاقته أكثر وبهاء حاول يقوم بهذا الدور قد ما يقدر وبالتالي كان التفكير بهاء أنا أعتقد دفاعي أكثر من هجومي وكان الهدف الضغط الآن التعمري ناخد الأمور بهدوء ما نتكلم الطبيعي جدا اللاعبين ما يقدموا كل المباريات ممتازة ناخد الأمور بهدوء ما نحاول نشتهد كثير إما بجلده أو بالدفاع عنه المباراة الجاية إن شاء الله يكون أفضل ممكن في سلبيتين مهمات بأتكلم عنهم واحد يتعلق بالنحية بشكل عام والثاني يعني ناحية مباراة بشكل عام والثاني يتعلق بالنحية الهجومية شفنا يا سين شفنا التعمري في كثير كرات بتسرعوا لما يقربوا عن مدرات الجزاء قلة الخبرة بتلعب دون بس المفروض الأمن المدرب يراجح هذه الحالات حالي حالي محهم ويوريهم كيف كان فيه احتمالات أفضل للتصرف بالكرة ممكن بس حيتكرر سيناريوها تكرر القدم تتكرر فممكن تتكرر محهم ويتعلموا أكثر ويعرفوا إنه لو أنا رفعت عيني هون ما عملت هيك كان حتصير هيك بس مجرد هدوء مجرد صبر مجرد تعليم مش أكثر ما بدناش نحكي عن هاي الأخطاء التفاصيل الصغير كثير وسلمية الثانية اللي هي ممكن الخطأ الوحيد اللي ارتكبوا في دار كمدرب اللي هو التبديلات من إصابة مرجعة ظهر إنه فعلا صار أقل ضغطا وظهر بعد دقيقة 75 إنه أردن مش قادر تضغط على عيد أستراليا كما يجب خصوصا على خط وسط أستراليا وأظهرتها لما يصعدوا فزادت كم نية الكورات اللي عم توصل تورثنا الأخي وزادت ابو أضحي كان واضحي إنه لاحنا مش بدنا شي أكثر من إنه لاعبين يركضوا لعبيتنا خفضت لياقتهم الآن المشكلة في هذه المسألة إنه لما تنخفض لياقة لاعب 10% بأثر على زميله صير زميله مضطر يغطي مكانه فزميله بتروح منخفض لياقته الصبر على لعب مرهق في الملعب برهق اللي جنبه هذا أكيد هذا الخطأ الوحيد اللي عمله فيتال فجمنا التبديلات لما جاءت حتى حسنت من الوضع وبالنسبة لعامر شفيع ما في كلام تعودنا عليه في كأس آسيا عامر شفيع دائما رائع دائما خارق في كأس آسيا حارس بالنسبة لعبطولات آسيا في هذا القرن هو أفضل حارس في القرن الـ 21 في آسيا بالنسبة إلي على الأقل في كل عام قدمنا واحدة من أفضل مباراة تكتيكية شوفتها للأردن في حياتي قدرنا نفصل خط وسط أستراليا على خط هجومه خلناهم يضطروا يحطوا أربع لقدام عشان مش قادرين يربطوا إلا أربعة، اثنين، ثلاثة، واحد شكلهم الأول اللي كان كان مفرق أضطرناهم يغيروا شيكلهم أضطرناهم يلعبوا في شكل مختلف يرجع له أسلوب تقليدي قديم جدا عملنا أشياء كويسة كان عندنا هفوات دفاعية كان في ضحكة عامر شفيع اللي لازم نوقفها مسألة الخبرة مهمة في هيك مباريات كان اللاعب يعني سالم كان مندفع وكان ممكن يخطأ لكن ابتسامته هدته إنه إهدى ما صار شيء مدامنا مشينا ما صار شيء خليك هادي ابتسامي بتفرج كثير في كرة القدم ابتسامي الحمد لله أنها عوجوهنا في نهاية المباراة نوصل لنا هذا الفيديو شكرا كثير لإستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله